رغم العيوب الواضحة في الأمور الدفاعية بالنسبة لنادي الزمالكة وحتى الأمور الهجومية بس تبقى قوة كبيرة قوة غشمة لنادي الزمالكة الكرات السابتة الهجومية بتبقى نقطة إجابية بالنسبة لنادي الزمالكة سلاح فتاة في الموسم ده بقى سلاح الوحيد خلينا نقول إن في الموسم ده في الموسم اللي فات كان فيه ترانزيشن بيحصل ما بين زيزو وإمام عشورو كان فيه شغل بيحصل هجومي في الموسم ده حالياً هو السلاح الوحيد هو الكرات السابتة دايماً الزمالك لو فيه أهداف بيتقدم بالكرات السابتة فخلينا نشوف الزمالك بيلعب الكرات السابتة إزاي من حالات مباراة بيرامدز هدف مباراة بيرامدز وهدف في المباراة الداخلية التعادل بتاع عبدالغني في الدقاية الأخيرة خلينا نشوف الأهداف لو معنا نعرض الأهداف هو دايماً الزمالك بيعتمد على الكسافة في الأيام القريب دايماً فيه سلاسي موجود شفنا الأهداف ده هدف بيرامد شفنا نفس الكورة ده حسام عبد المجيد وقابليه في ماتش الدخلية في ماتش الدخلية كان عبدالغاني وقابليهم طبعا كان المتخصص الوينش في ماتش أسوان برضو حسام عبدالجيد جابا بالضبط الاختلاف ده بيدل انه فيه حاجة بتتعمل وده دي ميزة فريرة لانه هو مدارب أكاديمي فبيعرف يوقف اللعيبة ازاي في الكرات السابتة وبيحفظهم لكن خلينا نقول ونتكلم ان الزمالك ما كانش هينجح او مش هينجح في الكرات السابتة وكل الفرق دلوقتي بي عندها محللين أداء للكرات السابتة مش هتنجح الا في وجود زيزو او في وجود المنفذ الجيد للكرات السابتة المنفذ اللي يقدر يوصل لك الكورة مكان ما انت تدربت كل مرة زيزو بيقدر يوصل الكورة في نفس المكان اللي حصل فيه تدريبات خلينا نشوف الهدف التاني كمان في نفس المكان اللي بتحصل فيه التدريبات ودي حاجة مش سهل أبدا ان كل الكورة تكون من زيزو اللي أعتقد أنه مش بس واحد من أفضل لعيبة اللي بترفع الكورة في مصر فعلى مستوى العالم زيزو بيرفع الكورة بشكل مختلف تماما لأنه هو بيعمل فيها الاسكرو بحيث أنها تروح في قوة مناسبة بالزبط في مكان كويس أن انت تقدر توجيها فيعني مين ما يتمناش زيزو يرفع له الكورنر تعقيم سريع بس كريمة على موضوع الكور السبت نادي الزمالك يعني حتى يسكن بأتكلم مع بريم قبل الهوى وفاروق نادي الزمالك ملعب على الكور السبتة بنفس الطريقة لو حسام عبد المجيد على البعيدة طول السنة من أول الموسم ما بدأ وبرضو مفيش حد قادر أنه هو يعني يتخلص من الأزمة دي قدام نادي الزمالك وبرضو بتخش جوم فيه فده شيء غريب جدا دقة تزيزو دقة تزيزو أكتر فريق سجل أهداف من الكورات السبتة إضافنا على كلام فاروق أربع أهداف الموسم ده من الكورات السبتة من الموسم اللي فات الزمالك متفوق جدا في الكورات السبتة وخلصت له ماتشاط كتير الحضر لزهني ماتش فارقه على سبيل المسال ماتش فيوتشر فالزمالك قادر يستغل دوا كسلاح أو زي ما فاروق قال تحول أنه بقى السلاح الوحيد الموسم ده تحديدا والتركيز دايما بيحاولوا يفرغوا لاعب من عبدالغاني أو الوينش أو حسام عبد المجيد في الست يار ده بأن زي ما فاروق شرح أن بالكسافة لقدام وزيزو بالظبط وزيزو